لاحظ معي بدعوا في الله يعني ما بدعوا في النبي صلى الله عليه وسلم بدعوا في الله طوالي علي زين العبدين جاو مسكوا اول حاجة نهاو قال ما تعمل كده ده ما تعملوا اتنين قال احد احدثكم حديثا سمعته من ابي الحسين عن جدي علي بن ابي طالب عن رسول الله قال لا تجعلوا قبري عيدا ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تجعلوا عيد العلم قالوا العيد مما يعتاد نزمد عوضوا الجياليو كويس قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورة بيوتكم قبورة كيف يعني قالوا عندها واحد من معنين لا تجعلوا بيوتكم قبورة بمعنى انه ما تتركوا الصلاة في بيوتكم صلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني الفريضة دي في الجامع اما النافلة الافضل تصلى في البيت ليه لان المحل الماب يصل فيه ده ده فيقى اشبه بالقبر تمام وده فيه دليل على ان الصلاة عند القبور ما في الجوز قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورة هذا معنى اول المعنى الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورة اي لا تدفنوا في البيوت يعني بيتك ما تجعلوا مغبرة تشيل الموت تدفنوا في البيت طيب قال وصلوا علي حيث كنتم فان تسريمكم يبلغني على اي حال كلمة لا اله الا الله ممكن الانسان يخل بيها من حيث العمل وده لان المشكلة اللافة وللأسف الشديد بيأصلوا ليها علماء بتاع ضلال علماء ضلال في الراديو وفي التلفزيون زي واحد دجالي سحمد المنتصر اليزيري ده اخطر بني ادم على عقيدة السودانين وعلى العقيدة بتاعت المسلمين زل خطر ومفسد للعقيدة قبل كده ناقشناه في المسجد ده ذاته الكلام ده على ما اذكر الفين وتمانية او الفين وسبعة في المسجد ده هنا جلخبت للطلبة وعمل محاضرة كلها كضب ودجل انكر صفات الله صفة الاستواء انكره تماما وغير كثير من الصفات انكره ودعه انه الاولياء يعلموا الغيب ويهبوا الزرية يعني مش ربنا قال يهبوا لمن يشاوا اناثا ويهبوا لمن يشاوا الذكور ده قال الاولياء بيهبوا الزرية عديل كده والاولياء بيخلقوا يخلقوا زول عديل يا اخواننا دي المشركون ما قالوا المشركون اللوائل ديلك ناس ابو لحب شفتا ديلك ربنا قال عنهم ولئن سألتهم من خلاقهم بقولهم نو بقول البراعي لا يقولون الله وبعد مشركين بقول لك من خير من الزيدة ده قال بيخلوه المهم دورت مناثرة هنا جاعتوا الجماعة في واحدين حاغدين طابعين له قفلوا النور بتاع الجامعة ده زاته ولو استشهد لشهد طلعنا برا بيجاي في المحل ده هنا ناقش اخونا شيخ مزميل تعرف الزلده قال وطبعا منك صفة الاستواء ان الله في السماء بنكرة ولا يوما يضحى مغطونا ما فيوني غاش كتير مش ربنا قال امنتم من في السماء طابل في السماء دمنوا لاحظ ان يخصف بكم الارضة اها دمنوا فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير دمنوا يعني مسابنا انكر دي قال لا لما انطلعنا برا جاطب شخ مزميل سألوا سؤال قال له ربنا قال امنتم من في السماء الف السماء دمنوا قال ده جبريل قال في غولك ده غول ابن عباس قال جبريل قال له سلمنا جدلا انه جبريل الف السماء ده جبريل طيب جبريل دم اش ملك من الملائكة ربنا قال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الزول ده لما حجة انقطعت انا كنت واقف فورا شخ مزميل كويس ومزميل طالع حقور سيدة بتكلم الزول ده طبعا عاته شالليك مزميل منك ورعيف وغرماو الطلبة قاموا على دقوهنة في المحل ده دقة محترمة لليل الذي ما جهنا تاني لليوم العلنة ده الدخلية ما دخلات لأنه زول مجرم مجرم يا اخي تخيل معاي بحضر له في قناة هم درمان جايبوا الزولة اللي اسمه حجة انخوجة لده بتكلم قال يقولوا ليك الله في السماء قال الله لا فوق ولا تحد ولا يمين ولا شمال لا قدام ولا ورع معنى اشنو معنى مف مف اذا لو انا دار اقول لك لو دار اقول لك وصف لي انو الحاجة دي ما فيه ابلغ عبارة تقول انو الحاجة دي ما فيشنو ابلغ عبارة تقول ليش ده لا فوق لا تحد لا يمين لا شمال لا ورع لا قدام معنى اشنو ما فعديل ده العلماء قالوا دي ابلغ عبارة للنفي ما فعنى حتى يأخي ذكر عن ابن عباس انو ابليس لما قال ولا اتينهم من بين ايديهم يعني قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم لكن ما قال من فوق ذكر عن ابن عباس قال لان الله من فوقهم كويس ده المجرم ده قال مسمي نفسه هذا المرض زول الدجال قال قال مسمي نفسه خادم العلم الشريف خادم العلم ات خادم بتاع الصوفية بتخدم في دين الصوفية ما بتخدم في علم شريف ابدا في امتى زول مجرم يا اخوة جماعة المعاوة كلهم مجرمين وانا بكلامي ده بتخدم اي زول اي زول خليجي يقدر يواجه يقدر زول على باطل وعلى ضلال والقرآن كله رد عليه ابن القيم قال اي اية مش ابن القيم ده الدارة من قبل ابن القيم ده متوفة سنة ميتين وثمانين في القرون المفضلة قال اي اية في القرآن دليل على العلو علو والله ليه قال لان الفقهة بيقولوا نزلت اية كذا في كذا نزلت نزلت من وين في نزلت من تحت قال لا يقولون جاءت من امام ولا من خلف ولا خريت من الارض يقولون نزلت نزلت من السماء ربنا قال قل نزله روح القدس من ربك ربنا قال اليه يصعد الكلمة الطيب يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي قرآن واضح نلقيهم قال الف دليل في القرآن على ان الله في العلو في العلو ما معنى السماء بيتحضيه ولا معنى زي ما قال الدجال المجرم ده زي ما قال قال اذا يوم نطوي السماء كطي يستجل قال يعني لما نطوي السماء الله يمشي وين لانه حاغد ومرضان متخيل في راسه ان ربنا محتاج للسماء والسماء تقله وذا كذب ودي عقيدة باطل وكفر السماء ربنا ما محتاج لها ولا بيضقله ولا بيضحده لكن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استوى ان يليق بجلاله لا نقول كيف ولا نمثل ولا نصف كيفية معينة إنما نقول استوى الله جل جلاله على العرش كيف ما شاء كيف ما شاء نحن ما بنعرف كيفية معينة كما قال الامام مالك قال والكيف غير معقول يعني الكيف مجهول كيفية دي مجهولة لينا كيفية الصفة كيفية النزول كيفية الاستوى دي مجهولة بالنسبة لنا نحن لكن نؤمن ربنا السوا وعلى وارتفع وهو تبارك وتعالى فوق السماوات كما قالت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي قال زوجكنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات الحاقد المرضان الصوفدة دار يجي يفسد عقيدة المسلمين شغال في التلفزيون شغال في الراديو شغال في غير من وسائل الإعلام والجايبين ندعي لشيله شيلة أمام الله يوم القيامة لأنه دا يجد الدين المشركين انت لو دار لك عقيدة أكعب من عقيدة بولاب وأكعب من عقيدة عقبة ابن أبي معيط وأومي بن خلف وأكعب من عقيدة الضالين دا كلهم دي العقيدة عند الدجال ألسوا من المنتصر دا أكعب من دا كله لأنه ديال يا أخي ما بلغوا مرحلة انه يرفعوا يرفعوا الأول يبتعنهم أو الأنداد بتاعتهم مع الله ما رفعوا كده يا أخي دا رفعوا مع الله مع الله يخلق زي خلق الله عديل كده شاكية دا مجرم وأوعى تبقى صوفي ما كلمك أنا أنا ما عندنا مشكلة شخصية مع ذلك وأوعى تبقى صوفي والله يتخرب عقيدتك وتخرب دينك وتموت على الشرك بالله جل وعلا إذا احتغدت عقاية الصوفية دي لأن عقاية باطلة أنت الآن بتعرف لك طريقة كويسة فيها تطريقة دي سمانية شنو تعال سمانية قال أنا طلعت فوق بتكلم مع الله قال فوق فوق قال بتكلم مع الله قال دا في كتاب اسمه قلائد الذهب الصفحة 83 قايت في مكتبة بتاعت الصوفية دا هنا بيبيع في صوفي هنا في الجامعة الكبير بيجاي قال طلعت فوق بينما أنا أمشي بين يدي الله قال تحت العرش قلت له كذا وقال لي كذا توانا سمع الله وجاء دا بتاع السمانية قال إذا الزهب عبد المحمون دون الدائم خبره في طابة هنا دا بتاع التجانية قال صلاة الفاتح أفضل من القرآن بستة ألف مرة ستة ألف مرة أفضل من القرآن في كتاب الفتح الرباني قال منزارني يوم الاثنين والجمعة دخل الجنة زيارة بس تخوش الجنة طوالي دا بتاع التجانية بتاع الختمية دا قال أنا عرشها العرش دانا ذاته يعني العرش قاعد في بحر هنا عرش المولى قاعد هنا في بحر قطع الكبري ها مش تلاقي العرش قال أنا عرشها والكرسي أنا العرش والكرسي اللي اتنين أنا لسا ما بانيها قال لو لا الحياة من ربي نار الجحيمة فيها وده كما عنده حياة تخيل معي بعد ده كل عنده حياة قال لو لا الحياة من ربي نار الجحيمة فيها داع غايدة الآن قاعدة وبتبجح بها ناس والله الذي لا إله غيره دل ها تبقى معاهم تضيع دنيا واخر تضيع أقاعد خربانة يا أخ يا أقاعد خربانة وللأسهم الشديد تلقى ناس دعاة وده اللي بمغيسنا نحنا وبقطع قليبنا الناس دعاة والله دهم قنوات زي بتاع تنصار السنة دي صار السنة دي الناس فاشلين نكلمك النصيحة بيجي بيعمل لك داري سينة يوم السبيت بيجي بلك واحد كده بيحكي لك في جصص وبحجي في الناس ولد ما عنده موضوع ما عنده موضوع كله ما عنده موضوع شام ما يغش عليك واحد يجي يقول لك ونحن وإنه وهذه الجماعة شوف جماعة ما بتحارب شيرك زي دي ما نافعة نكلمك النصيحة ما نافعة أي واحد خليه يجي يواجهنا ولا مذاكر إحنا لو دخلنا بالباب ده هم بيمرقوا بالباب البهجاي داك ما بيقدر لأنه زرت عندك قنوات قناة نور إزاعة نور قناة استجابة بصيرة مين الغنوات دا كلها ما شايفين الدجال دا شغال ببرطعة الزول دا شغال يومي يا شباب يا طلاب الزول دا شغال يومي يومي في التلفزيون يومي بسمه محب واباتنا ومهاتنا هناك بيقول لي نادنا الشيخ ما في حاجة تقول المدد مدد مدد ما في حاجة المدد دي من هنا وجهنم طوالي انت عارب المعلومة دي؟ تقول يا الشيخ يا واتحسونا الحقنا كما تدعلي كده أمك من هنا وجهنم طوالي ها رأيك شنو دا في التلفزيون شغال بيقول لي نقولا مدد ونظرة وعدد والحقون يا الفقرة كله قال ما في حاجة الحجبات دي قال مسألة بسيطة قال بالجوز تدعو قال استغاسة تقول يا أفلان قال جوزوا لأئمة الأربعة والله ولا ربع إمام ما فيه يا كطب يا مجرم انت ويصوفي معاك تاني ولا إمام واحد من أئمة المسلمين لكن لقيت التلفزيون فاتح له وقاعد براو يعني يوم من الأيام ما بيدون فرقة كده جو حر نجمت اللي بنبجوه للزول دا ما بتلقم لقى فرصة يا خدم هرأ جابوا هنا في برنامج قال لي تعال عندنا برنامج اسمه استقبال رمضان قال برنامج بتاع الشباب مشيت زمن داك طالي في الجامعة دانا مشيت قاعدنا وجابوا واحدين بيجاي بتكلم عن الثغافة السودانية وبداي بتكلم عن المركب وكيف وتكلم عن شنو كده أول ما جات فرصتانا قلت لهم طبعا نستقبل رمضان وأول ما نستقبلوا ما نستقبلوا بعقيدة خربانة والقوبة بالراكدة في البلد دي طوال يا أول ونعتزر عن انتهاء زمن البرنامج يا ناس انتهى فينانا بس بس فينانا انتهى من قبل برنامج دا معواس في امتى الكلام دا مرض بلد مليان مرض دا والله الماغسنة والله بطولنا دي مردت من الناس ديلي طي تلقوا ما فرجح في التلفزيون عادي قاعد كده دا وسو كده مليان شفتها ومال اليك الشاشة وانتهى يقول لك وصلي عن نبينا ونلتغي في الحلقة الغادمة يعني جاي تاني تخيل معي تاني جاي راجع نلتغي في الحلقة الغادمة عادي جدا كأنه ما في شي يا ناس والله عاقدتنا ضايع بسبب الناس زيل صوفية وعواليك يا اخ وشان كده انا كفتا بعكروا مذا اجينا وعياتنا بيجو بتحك حكوليك هنا ويقع عاملين برنامج قال استغبار الطلاب الجدد في جامعة السودان انفقوا في هنبوبة هنبوبة ياخدي مشكلة الامة اسا يا ناس احنا مشكلة طلاب الجامع انفقوا هنبوبة كيف انفقوا يلا ووف يا اخي بتعملوا لشوفها الوز انفقوا في هنبوبة قال واليزاعة كلها شاي الصباح وفلفل بالشطة قال يا ناس الشعب السوداني ناقص فلفل وداك فلفل الشعب السوداني كله داك هناك فارتك عغيت الشعب السوداني وده الشغالين فلفل بالشطة وايس كريم وشيبس والاسم مشنه شيبس بالشطة وشيبس دا بمريض ذاته كلام فارغ ناس مرضانين شو ما وعد تحضر لك درسين للنوحيات دي جا داخل بجاي ما يقول لك وتغدي منصار السنة المحمدية الدرس شين نعلاتك وفوت طوالي فوت يا ذلك اكسب زمنك بكلمك النصيحة اكسب زمنك بلاج جماعة انصار سنة بلاج جماعة ام جكو بلاج جاي جماعة انت دول مسلم علم دينك من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هنشر بنعرفه تقول ليه هدي قاية في الغران حديث في السنة بيفهم منه فهم قال الامام مالك قال احمد بن قال شوكاني قال منه علماء فهم السلف الصالح صحابة رضي الله عنهم ده ده الدين كده بنعرفه لكن اما لو لو جماعات ولف دوران وصوفية شغالين ودقين وبات ده كل دين باطل باطل ما تقابل بو ربنا تبارك وتعالى معلش نجري الطويل واخدت حتى من الزمن حلقي وجعني اللازل خلوها مرة جاية برضو نرفاض برضو قلنا كده مش برضو المرة دي خلوها المرة جاية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله